بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم من الآن لقيام يوم الدين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته أبارك لكم هذه الذكرى المباركة العظيمة ذكرى مولدي السيدة زينب عليه السلام وأسأل الله سبحانه وتعالى بحقها وبحق أخوانها وبحق آبائها أن يفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصري وهو أقرب من ذلك وأن يجعلنا من المحتذين المقتدين بخطاها المريدين لرضى الله سبحانه وتعالى عبر هذا الاحتذاء وهذا الاقتذاء أيها الأحبة سيكون الحديث صريحاً فيما يتعلق بالحجاب زينب عليه السلام هذه المرأة الجليلة نتاج البيت النبوي حينما قدمها الإسلام كأنموذج للحجاب وإلى أمور أخرى للصابر والثبات والإيصال الرسالة ولحمل هموم الأمة أمور أخرى قامت زينب عليه السلام خير قيام وخير تنفيذ لتلك الأمور حينما قدمها الإسلام كأنموذج للحجاب بشكل خاص إنما لأن هذا الأمر الذي هو الحجاب أمر ضروري مهم جداً من ناحية ولأن المقتدي والمتمثل والمحتذي بهذه السيدة في تلك الأمور الأخرى لا بد أن يحتذي بها أيضاً فيما يتعلق بالحجاب فلا هناك انفصال ولا امتناع وعدم جامع بين أن أتخذ من زينب جبلاً للصمود وللإصرار وللعيش في أجواء القضية المهدوية وحينما يصل الأمر لحجاب زينب ترى هناك من لا يعمل ولا يقتدي ولا يلتزم بذلك وهذا الكلام ليس موجهاً إلى من لا بد فيهم أن يتحقق الحجاب من نسائنا وبناتنا بل في كل من يتخذ من زينب عليه السلام قدوةً له هذه المآتم والحسينيات إنما شعارها الدائم هو الرجل الحسيني والمرأة الزينبية والرجل الحسيني لا يمكن أن ينفك عن المرأة الزينبية والمرأة الزينبية لا يمكن أن تنفك عن الرجل الحسيني نحن اليوم أيها الأحبة أمام كثير من الشبهات أمام كثير من الأمور التي تتعلق بشكل خاص بالحجاب الهجمات التي يتعرض إليها هذا الأمر بشكل خاص وهذا في حد ذاته لا بد أن يجعلنا هذا الأمر لا بد أن يجعلنا في محط التساؤل لماذا الحجاب بشكل خاص ولماذا الأمور التي تتعلق بالمرأة بشكل خاص في كل حركة منحرفة كل هجمة كل تحدي كل شبهة ترى هذين الأمرين يجتمعان ضرب المرجعية والتقليد وضرب الحجاب في كل حركة انحرافية في كل شبهات تطرح في كل هجمة على الدين وعلى الإسلام ترى هذين الأمرين يجتمعان دائما مرجعية تقليد وحجاب حينما نأتي إلى الحجاب نرى مجموعة من الشبهات التي تتبنى من بعض من يعتقد أنه فهم شيئا من الدين ويعتقد أنه بهذه الشبهات قد أرضى نفسه وأرضى فضوله وأرضى ما يعتقد أنه لو تجاوز الحجاب فهذا كاف في الجواب هناك من يقول أن التشريع القرآني لم يرد فيه كلمة حجاب روح إلى القرآن كل القرآن ما تجي تشوف فيه كلمة حجاب من وين جبتون هذه الكلمة ما موجود شيء في القرآن ما موجود آية تتكلم عن الحجاب والقصد من هذه الكلمة هو ما يستر المرأة حتى لو أن القرآن فعلا لم يتكلم عن الحجاب لفظة الحجاب بقصد ما يستر المرأة فعلا ما موجود عندنا آية في القرآن تتكلم بهذا اللافظ ولكن نحن لا نشرع فقط من القرآن الكريم نحن لا نشرع القرآن يعطينا العموميات يعطينا الخطوط العريضة والتشريع والتشريع بالقرآن وبالسنة النبوية والإمامية سنة المعصوم وبالعقل وبالإجماع الآن العقل والإجماع إذا خليناهم على أساس أنهم طرق عقلية فالتشريع بالقرآن وبالسنة والسنة قول المعصوم وفعله وتقريره وحينما نأتي إلى القرآن نرى أن القرآن كثير من التشريعات لم يذكرها أصلا تفصيلها مو موجود في القرآن صلاة الصباح كم ركعة مو موجود في القرآن عدد الصلوات شقد عدد الركعات في الصلوات شقد مو مذكور في القرآن هل هذا معناه أنه كل يصلي كما يريد واحد يصلي صلاة الصباح ركعتين واحد أربع واحد عشر واحد كذا لا نرجع إلى السنة فإذا رجعنا إلى السنة نرى أن تفصيل هذا الحكم موجود هل يوجد في السنة ما يتعلق بتفصيل ما يتعلق بأحكام الحجاب نرى أن هذا الأمر موجود أنقل لكم روايتين على السريع عن الرضا عليه السلام الراوي يقول سألته عن الرجل أيحق له أن ينظر إلى شعر أخت زوجته فقال إلا أن تكون من القواعد القواعد هم من العجايز كبيرات السن هذه اللي يسمونهم قواعد فإما هذا ولفظ القواعد إما على أساس أنها قاعد يعني خلاص كبرت في السن إلى أنه ما تقدر تتحرك فصارت منهكة قاعدة خلاص أو أنها قاعدة عن الزواج ما يرغب فيها في الزواج لأنها كبيرة في السن فيقول ممكن إلا أن تكون من القواعد قلت له أخت امرأته والغريبة سواء أخت زوجته والغريبة نفس الشيء قال نعم فإذا واضح الرواية أنه الواحد ما يقدر ينظر إلى هذه يعتبر أجنبية ما يقدر ينظر إلى شعرها معناه أنها يجب عليها أن تستر شعرها تستر نفسها عن عن مسعد بن زيار قال سمعت جعفرا الإمام الصادق عليه السلام سئل عما تظهره المرأة من زينتها قال الوجه والكفين لو أن هناك أمر آخر لذكره الإمام عليه السلام فحينما يغتي المشتبه ويقول والله كلمة الحجاب ممذكورة في القرآن هذا الأمر ممذكور في القرآن نقول له لو تنزلنا مذكور مذكور بآية ولا يبدي نزينتهن إلا لبعولتهن إذا تنزلنا عن أن هذا الأمر كلمة حجاب ممذكورة فهذه السنة قد أجابت عن هذا الأمر يأتي من يقول أيضا بأن المطلوب خصوصا فيما يتعلق بالزينة هو عدم التزين مو مو عدم إبداء الزينة المطلوب أنك ما تتزين هذه المرأة عادي أنه تطلع شعرها عادي أنه ما تلبس الحجاب المفروض أنه ما تتزين يعني ما تتغندر وما تطلع الأمور الجميلة الموجود فيها لكن أنها لو طلعت بدون حجاب مو مشكلة بس الآية قالت ولا يبدين زينتهن وما قالت ولا يتزينون وإذا نحن نأخذ بالأمور بشكلها الصحيح المفروض أن الأمر يشمل الأثنين لا يبدين زينتهن ولا يتزينون أمام الأجانب أمام الأجانب خصوصا وأن ما يتعلق بالزينة في القرآن الكريم مو بس ما يتعلق ب جسم الإنسان وشكل الإنسان القرآن يصف الخيل والبغال والحمير بالزينة فمعناتنا لا تطلعون الزينة بهذه الطريقة كلا الإشكال اللي دائما ما يطرح واللي يتمسكون فيه كثير من الحركات المنحريفة الرأي القائل بأن الخمار وليضربنا بخمورهن أن الخمار المقصود منه هو ما يغطي الجيوب على جيوبهن والجيوب هو المنطقة الموجودة قرب الصدر هذا هذا الإشكال وهذه الشبهة متمسكين فيها كثير من الناس كثير من الحركات المنحريفة جماعة التجريد والسفارة الآن قاعدين يشتغلون على هذا الأمر ويطرحون هذا الرأي على عدم وجوب لبس الحجاب وأن المطلوب من المرأة هو أن تستر هذه المنطقة فقط لأن هذه المنطقة هي الجيب وهذا الجيب لا بد وهكذا قالت الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن على هذا الأمر الخمار خليه على هذه المنطقة على هذا الجيب مع أن القرآن الكريم القرآن الكريم متجاوز قضية أنه يجب وضع الخمار على الرأس هذا تم تجاوزه هذا لم يفهم هذا المشتبه القرآن جاي يقول أن هذا الخمار موجود وهذا الخمار فوق الرأس هذا الخمار الذي هو فوق الرأس استخدميه أيها المرأة واضربي به على الجيب مو أن هذا مكان استخدامه فقط مو أن هذا الجيب هو مكان استخدام الخمار فقط لا أن هذا الخمار الذي عادة ما تستخدمه المرأة لكي تغطي به شعرها لكي تغطي به ما يجب تغطيته هذا القرآن يوجه إلى هذا التوجيه هذا الخمار الذي هو فوق رأسك هذا الخمار الذي تغطين به شعرك استخدميه في تغطية هذه المنطقة استخدميه في تغطية الجيب وليضربن بخمورهن على جيوبهن وإلا إذا كان الأمر إذا كان الأمر مطلوب من الخمار بس تغطية هذه المنطقة زل ليش يسمى هذا خمار لماذا مطلوب استخدامه هذا تم تجاوزه كان هو يستخدم فوق الرأس ليست استخدامه فوق الجيب لأن إذا الله سبحانه وتعالى يقول إليه هذا الخمار الذي تستخدمونه على الجيب استخدموه على الجيب هذا شيء متحقق الله سبحانه وتعالى يقول هذا الخمار لاتخلون فوق رؤوسكم أي يتهنساء ضعوه أيضا على جيوبكم واستروا هذه المنطقة أيضا أيها الأحبة مسألة الحجاب مسألة تكليفية يجب فيه على المرأة أن تأخذ بتكليفها فيما يتعلق به ويجب فيه على الرجل أن يقوم بتكليفه فيما يتعلق به تكليف المرأة هو أن تستطر به فيما على الوجه والكفين وتكليف الرجل هو أن يراعي هذا الحجاب وأن يأمر بهذا الحجاب وأن يجعل هذا الحجاب موجوداً في محارمه وفي نسائه وفي ذلك الوقت الذي يتنازل فيه الرجل عن وجود الحجاب في محارمه وفي نسائه سوف ترى هذا التكليف وهذا الأمر أيضاً غير موجود عن نفس المرأة تنازل الرجل هو تنازل للمرأة نحن نرفض أن نصير نساء سلع تستخدم أداة فقط للترويج إذا أريد إلى مشروع أن ينجح وضع امرأة كسلعة ترويجية إلى هذا المشروع إذا أريد إلى سلعة أن يروج لها وضع امرأة كطريق إلى الترويج إلى هذه السلعة إذا أريد إلى الزبائن أن تكثر على هذا المحل على هذه الشركة وضع من تجذب هؤلاء الزبائن وصار واضح وطبيعي صار طبيعي أنه يطلب من ضمن الأمور التي ضروري تكون في من تتقدم إلى أي وظيفة أن تكون حسنة المظهر وهذا المطلوب حسنة المظهر له دلائله سكرتيرا شغلتها بتضرب على الكمبيوتر وبتسوي الشغلات المتطلبة بالسكرتارية حسنة المظهر وشين مطلوب منها هذا مطعم هذا يبيح شوارمة وسندويج ومشويات ليش مطلوب من امرأة أنه تكون موجودة فيه سيارة موديل جديد بالمواصفات الجديدة وإلى مأخ ليش لازم مرأة تكون داخلها ليش دائما تكون المرأة مكان وطريق وأداة إلى التسليع وإلى الترويج والمشكلة لا تقف عند هذا الحد المشكلة أن الأمر بدأ في نساء يعتقد أن هؤلاء يعتقد البعض أن هؤلاء ليسوا على الملة ليسوا على الدين ويرضى بذلك ومشى لأمر إلى أن أصبح في النساء الذين هم على الملة وعلى الدين وأصبحت المرأة بين خيارين بناتنا نساء صاروا بين خيارين إما أن تقبل بأن تبدي زينتها وأن تلبس ما لا يجب عليها أن تلبسه لكي تحقق متطلبات الوظيفة وبين أن تجلس في البيت لأن ما أحد راح يوظفني ما أحد راح يقبلني والمشكلة الأكبر أن رجل هذه المرأة أب أخ زوج هو من يرضى لها وهو من يدفعها ويقول ويخبرها ويقول إليها بعد لازم أنتين اشتغل أنتين درستين أنتين كذا ما لم يكن مشكلة أصلاً الحجاب يصير شيطان متمثل أمامها المطلوب الذي مطلوب من عنده أنه يحمي المطلوب من عنده أنه يعارض هو الذي يدفع المطلوب سواء سواء هذا أب سواء كان هذا زوج سواء كان هذا أخ سواء هذا كان قريب سواء كان هذا صاحب عمل المطلوب هو ينبئ ينبئي تشوف النساء كلهم متع إلى عينه ينظر إلى هذه فيتمتع وينظر إلى تلك فيتمتع وينظر إلى جمال هذه وينظر إلى جمال تلك هذا أكيد عنده مشكلة مع الحجاب هذا أكيد عنده مشكلة الحجاب لأن الحجاب سيمنع المتعة النفسية الموجودة عنده لا يتمكن من أن يشبع غرائزه والمرض الموجود في قلبه وعندنا اللي يريدون يهدمون هذا المجتمع عبر حرف النساء وإهام المرأة أن تحقيق ذاتها يمر عبر إبداء زينتها وإبداء جمالها وعبر تسليع نفسها وعبر مناهضة الحجاب وهذا اللي يسوونه الجماعات المنحرفة يجون ويقنعون المرأة أنت ما راح يكون إليش قيمة إلا لما تتخلين عن حجاب أنت ما راح يكون إليش وجود إلا لما تتخلين عن حجاب أنت ما راح يكون إليش صوت إلا لما تتخلين عن حجاب أنت ما راح تكونين ذات فاعلية إلا لما تتخلين عن حجابش. أنت ما راح تكون إليش أي قيمة ما راح تتمكنين إلا لما تتخلين عن حجابش ويخلون المرأة فعلا تعتقد أن الحجاب ممانع إلى أي تقدم إليها إلى أي حضور إليها إلى أي تمكين إليها وعندنا أصحاب أصحاب حقوق الإنسان هذين نوعية الجديدة الذي يعتقدون أن من حق المرأة باعتبار سلطنتها على جسدها أن تبني زينتها إذا أرادت ذلك كل واحد كيفه بجسده فهي إذا أرادت ذلك فلها الحق في ذلك هؤلاء هذين بشكل خاص في الأوساط الدينية ممكن ما يعبر بهذا التعبير هذا ما عنده حتى مشكلة أنه يدعم حق الشاذ وحقوق الشواذ ما عنده مشكلة لأن هذا دفع في حقوق الإنسان وأنا إذا أردت أن أكون حقوقي وأنا إذا أردت أن أكون مدافعاً حقوق الإنسان فهذا واحد من حقوق الإنسان الذي يجب أن أدافع عنه وللمرأة حق بأن تتصرف بجسدها كما تشاء بأن تلبس كما تشاء بأن تفعل كما تشاء هذه النوعية الجديدة والجاية في الطريق وعندنا المشكلة الكبيرة الأقرباء المعلمات المازحين اللاعبين اللي إذا كاف طفلة لابس حجابها بشكل صحيح جاءوا يطنزون عليها ويتنمرون عليها ويقولون إليها ها جدتي ليش أنتم كبرينها وهي صغيرة ليش لبستونها وبعد هي صغيرة وبعد هي صغيرة إلى أن تكبر ولا بعدين لما تكبر ويجي تقول إليها عن الحجاب تقول لك شنو هذا الحجاب كام وكام احنا اجينا من مصايب من داخل مدارس النساء مدارس البنات مدارس الابتدائية هذا يريد أن يعمل بالصحيح فيدرب ابنته على لبس الحجاب اتروح لابس الحجاب وهي صغيرة في الثالث والثاني ابتدائي فيجي تبكي البنت تبكي ليش لأن المعلمة اطنزت عليها وتنمرت عليها وقالت إليها يا جدتي يا مدري شلون يا الكبيرة أو أن الأم تنبي تلبس بنتها حجاب وفي سن صغيرة هذه الأم تروح بيت عمها تروح بيت أبوها يجون الأخوات الخيالات العمات ويقولون إليها كبرتين لبنية ليش يسوي نشري في البنية بعد هي صغيرة وما شابه احنا لمتى بنظل نستهتر بالأحكام وبالأمور المتعلقة بالدين إلى متى بنظل نقبل تحت المسميات وتحت الذراءة المختلفة ما يتعلق بتوهين أحكام الشرع تحوهين أحكام الدين إذا زينب عليها السلام التي هي في البداية قلنا أنها هي الانموذج وأنها هي القدوة وفي كل مفاصل حياة زينب هي انموذج وهي قدوة هي قدوة في الحجاب وفي غير الحجاب في العمل وفي غير العمل يا أحبتي يا أخواني هل سمعتم من فوق هذه المنابر أن زينب عليها السلام في كل المفاصل التي عاشتها في عاشوراء قد تخلت عن حجابها هل سمعتم من يقول أن زينب عليها السلام قد تهاونت في هذا الأمر باعتبارها أسيرة وباعتبارها مأسورة وباعتبار هل سمعنا مثل هذا الكلام إحنا لما نجي نقول هذه الروايات الرواية التي تفضل بها العريف وروايات مثلها أيها الأحبة زينب ليست معصومة زينب تالي المعصوم ولكن الأمير عليه السلام إذا أراد أن يخرج هذه البنت التي هي غير معصومة يخرج المعصومين في خدمتها يخرج هو بنفسه أمامها ويخرج الحسن عن يمينها وعن شمالها الحسين وفي روايات أن العباس يمشي من خلفها ويعفو التراب لكي لا يرى أحد خطوات زينب ويرسل من يخفف القناديل على قبر رسول الله لكي لا يرى شاخص ظل إلى زينب هذا مو داعي إلى أن الواحد لما يجي ويعيش حياته ويتعرض إلى مثل هذه الكم الهائل من هذه الانحرافات ومن هذه الأمور التي تضرف في الحجاب أن يتمسك بحجاب بنته وبحجاب زوجته وبحجاب أمه وبحجاب نسائه هذا مو داعي على الأقل لكي أتأسى بأمير المؤمنين بالإمام الحسن بالحسين لكي تتأسى بزينب على الأقل لذلك صرنا في وقت مطلوب من عندنا الأشياء الواضحة الأشياء التي لا تحتاج إلى تبيين نحتاج الآن إلى تبيينها نحتاج إلى أن نأتي باستدلالاتنا نأتي بمصادرنا نأتي بكل هذا كل شيء مقبول من عندنا لأنه لابد أن تأتي بالدليل وأنا أعلم حق العلم وحق المعرفة أن الأمر ليس متعلق بالدليل الأمر مو متعلق بدليل عشان أنا لما أجي أقول لك هذا الدليل هذا الاستدلال أنت بتقول صح هذا يقوله طالب المعرفة وطالب الحق أما الذي يريد أن يمشي وراء أهوائه والذي يريد أن يمشي وراء غرائزه والذي يريد أن يساعد المنحرفين والمندسين والذي يريد أن يعاضد من يريدون أن يضربوا إسلامه ودينه هذا لو اجيب إليه نبي مرسل أمامه لو رسول الله يبعث ويقول أن هذا هو الحق وهكذا يجب أن تلبسوا وهكذا يجب أن تلبسوا بعد بيقول لا بعد بيقول ما هذا الصحيح بعد ما راح يرضى هؤلاء أقنعني عقلا فعلا عقولهم ما راح تقتنع ليش لأنه ليس العقل اللي قاعد يطلب الإقناع الهوى هو اللي قاعد يطلب الإقناع أيها الأحبة مجموعة لا آت في النهاية لا لتسليع المرأة والمشي في طريق يجعل من المرأة أداة ترويجية المرأة أغلى المرأة أثمن بناتنا نساءنا أغلى من عمل أغلى من وظيفة بناتنا ونساءنا أغلى من راتف في النهاية في نهاية الشهر تحصل عليه في قبال إبداع زينتها مو في قبال عملها المرأة اللي حسنت المظهر يجب أن تكون حسنت المظهر ويجب أن تلبس اللباس المخصر ولابد أن تلبس ما يظهر مفاتنها هي تأخذ في نهاية الشهر راتب لإبداء الزينة مو راتب إلى العمل راتب لأجل جمالها راتب لأجل زينتها لراتب لأجل قبولها بأن تضع مكياج على وجهها هذا هو ثمن هذا هو الراتب ثمن ذلك مو ثمن العمل فلا لتسليع المرأة لا للمنحرفين الذين يريدون هدك الدين عبر هدك حشمة المرأة من يريد أن يشبع غرائزه فليست نسائنا المكان الذي فيه تشبع الغرائز يا أيها الأحبة الإمام الحسين العباس هؤلاء المحيطين بزينب أكبر مصائبهم هي ماذا؟ أنهم قتلوا أن الإمام الحسين شاف مصارع أحبة أمامه هذه أكبر المصائب أكبر المصائب هو أن الإمام الحسين والعباس كانوا ينظرون إلى زينب ويعلمون أنها سوف تسبى هذه أكبر مصائبهم ليصير ليصير أقل مصائبنا هي أن تظهر المرأة بدون حجاب وبزينتها عادي خالها تطلع سوق العمل يتطلب الحاج كذا يتطلب لا يا حبيبي أنت أنت صير الحائط المنيع لكي هذا الذي في قلبه مرض لا يكون تمتعه وإشباع غرائزه على حساب نسائك لا لأعداء الدين الذين يريدون حرف النساء عن الطريق القويم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهن كل واحد كل واحد يضرف في حكم شرعي واضح هذا عدو للدين هذا عدو الدين يريد فعلا يريد فعلا هو يرمي حجر في هذا الماء فإذا رأى أن الناس قابلين رمى الحجر الأعظم والأكبر يجيون هؤلاء من 2012 أول مرة تكلموا عن قضية الحجاب والقضية كانت فيه ما يتعلق بلباس الرياضيات المرأة الرياضية من 2012 أول مرة لما شافوا أنه هناك سكوت وماكوا رد وماكوا أحد شنع عليهم صار اليوم يتكلمون بشكل واضح بشكل واضح يا نساء لا تلبسون حجاب لأنه ممطلوب من عنكم وإنتين مخيرة كيف ما بدك أنت تنبين تلبسين حجاب كيفش ما تنبين تلبسين حجاب كيفش وأن الحجاب إنما هو عرف وتقليد وليس أمر ديني إلى هذا الحدوى صال أن الحجاب عرف وتقليد مو أمر متعلق بالدين لا لأصحاب الهوى واللذات الزائف والشياطين الذين يريدون الاستمتاع واشبع غرائزهم كيف ما اتفق لهم لا وهذه أكبر لا هذه أكبر لا لا لأي أب ولأي أم خانوا أمانتهم وتساهلوا في صون ما وهبهم الله من نعم وجعلوا بناتهم على طريق الانحراف والتردي كل أب مسؤول كل أخ مسؤول كل أم مسؤولة هذا على أساس أن البنت هي المسؤول الأول كل أب كل إنسان كل رجل مسؤول على أنه يحفظ نساء غيرتك يجب أن تتحرك أيها الرجل كان أبي إبراهيم غيوراً وأنا والله أغير منه كان أبي إبراهيم غيوراً وأنا والله أغير منه وأرغم الله أن فمن لا يغار من الرجال والغير من الرجل إيمان وغيرة الرجل هي محافظته على عرضه على نسائه لا لكل معلمة قريبة ولكل مازح ولكل لاعب رأى أن الحكم الشرعي مكان إلى التندر وإلى اللعب وللتنمر وأعمل فكره الأعوج في أحكام الله سبحانه وتعالى قد تنحرف المرأة المحجبة التي صانها أبوها وأخوها ورجاله والرجال من حولها قد تنحرف نعم مو مشكلة عادي وهذا مو معناته أن الحجاب خطأ إذا انحرفت المرأة المحجبة وصدر منها الخطأ هذا مو معناته أن الحجاب خطأ لكن اللي ما تلبس الحجاب هي حقيقة جاء يسوي الخطأ بعدم لبسها للحجاب فحتى لو ملأت الدنيا أخلاقا وحتى لو ملأت الدنيا عملا حسنا فهي تقوم بالذنب بشكل ظاهر سبحان ربك رب العزة عما يصفه وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عملا